السلام عليكم ورحمة الله بهذا الفيديو راح نحل مشكلة يعاني منها كثير من الناس اللي هي مشكلة ثبات الوزن فبغض النظر عن النظام اللي انت ملتزم فيه سواء كان نظام الكيتو أو نظام اللوكارب أو نظام السعرات فهذا الفيديو بإذن الله راح يفيدك وراح تحل مشكلة ثبات الوزن فشوف الفيديو للنهاية عشان نعرف الموضوع بشكل كامل الطريقة الرقم واحد والفعالة بكسر ثبات الوزن اللي هي بتطبيق الصيام فإذا ما كنت ملتزم بنظام الصيام متقطع فالتزم فيه من اليوم وإذا كنت تطبق نظام الصيام متقطع تقريبا 16 ساعة فزيد عدد ساعات الصيام فالصيام فعال جدا بحرق دهون الجسم راح تسمح للجسم بالوصول للخلايا الدهونية المخزنة داخل الجسم وحرقها واستخدامها كطاقة ودراسات كثيرة أثبتت بأن الصيام فعال جدا بخسارة الدهون ليش؟ لأن الصيام بحد ذاته راح يرفع لك من ثلاثة هرمونات حارقة للدهون هذه الهرمونات رقم واحد هرمون النمو ورقم اثنين الجلوكا جون ورقم ثلاثة هرمون الـ IGF-1 هذه الهرمونات الثلاثة الحارقة للدهون راح تنفرز أثناء ساعات الصيام فطول ما أنت صايم فراح تحرق الدهون غير كذا هذه الهرمونات لها فوائد صحية ثانية مثل هرمون النمو هرمون النمو يعتبر هرمون الشباب راح يعيد تجديد وإصلاح خلايا الجسم وإذا كنت خايف من أن الصيام راح يسبب بهدم بكتلة العضلية أو كتلة الجسم فلا تخاف لأن هرمون النمو وهرمون الـ IGF من خصائصهم غير أنهم حارقين للدهون أنهم يحافظوا على الكتلة العضلية بنفس الوقت فلا تخاف أبدا من الكتلة العضلية أثناء التزامك بالصيام وغير كذا الصيام راح يخفض لنا من الهرمون المسؤول بتحويل السعرات الحرارية إلى دهون هذا الهرمون معروف جدا اللي هو هرمون الإنسولين فهرمون الإنسولين كل ما انخفض كل ما سمح بإفراز إنزيمات اللي هي الهرمون سينستيف لبز مسؤول بحرق الدهون المخزنة داخل الجسم فزي ما أنتم شايفين إنه الصيام فعال جدا راح يرفع لك من ثلاثة هرمونات حارقة للدهون ورح يخفض لك من الهرمون المسؤول بتخزين السعرات إلى الدهون فهذه الحكاية كلها راح تساعدك بكسر ثبات الوزن ورح تتخلص من السمنة فإذا ما كنت مطبق الصيام فطبقه من اليوم وإذا كنت مطبق الصيام تقطع فزيد عدد ساعات الصيام الطريقة الثانية اللي يكسر ثبات الوزن اللي هو بتقليل النشويات ليش نقلل النشويات ما قلنا نقلل الدهون أو نقلل البروتين لأنه تناول كليل النشويات راح يرفع من هرمون الإنسولين وزي ما قلنا الهرمون هذا هو الهرمون المسؤول بتخزين الدهون داخل الجسم فإذا قللنا من النشويات فما راح نرفع من مستوى الإنسولين وهذا الشي راح يساعدنا بالتخلص من الدهون فالمفروض عشان تتخلص من الدهون المخزنة وتكسر ثبات الوزن اللي عليك تسويه إنك تمتنع تماما عن السكريات والنشويات السكريات السكريات الصريحة والحلويات معروفة جدا السكريات ضروري تمتنع عنها تماما ولا تقولي إنه راح تناوله للسكريات ولكن من ضمن احتياجك اليومي هذه الطريقة غير صحيحة أبدا لأنك لازم تتخلص من مشكلة مقاومة الإنسولين فامتنع تماما عن السكريات وحتى سكر الفاكهة امتنع عنها وبعد ما تتخلص من السمنة وبعد ما تتخلص من المشكلة الأيضية اللي هي مشكلة مقاومة الإنسولين وقتها ممكن تتناول باعتدال وعلى حسب احتياجك والشيء الثاني إنك لازم تمتنع تماما عن النشويات بالذات النشويات المعالجة مثل الرز الأبيض والخبز والمعجنات والطحين هذه كلها نشويات راح ترفع لنا مستوى الإنسولين بشكل عالي وبشكل سريع وراح يمنعنا من حرق الدهون حتى لو كانت الكمية قليلة وبالنسبة للفواكه فأيضا لازم نمتنع عنها أو نتناول الفواكه مخفضة السكريات مثل الأفوكادو والليمون والزيتون وإذا ما كنت منتزم بالأنظمة مخفضة النشويات مثل نظام الكيتوجينيك دايت أو نظام اللوكارب فابدأ بهذا النظام لأنه راح يساعدك بشكل كبير بكسر ثبات الوزن وحرق الدهون بشكل أسرع وأيضا حاول أنك تقلل من المكسرات والبذور صحيح أن المكسرات والبذور غنية بالفيتامينات ولكن أيضا تحتوي على نشويات وقد تسبب بثبات الوزن عند بعض الأشخاص طب الآن راح تقول لي أنه كيف راح تمنعني عن الفواكه اللي فيها مضاد أكسدا اللي فيها الفيتامينات راح أقول لك عوضها بالخضروات الخضروات تغنيك عن تناول الفواكه إذا كنت تحتاج لمضادات الأكسدا فالخضروات غنية جدا بمضادات الأكسدا وإذا كنت حاب أنك تغطي على الاحتاج اليومي للبوتاسيوم والفيتامين سي فالخضروات مخزونة عالي من فيتامين سي بالذات القرنبيط والبروكلي والفلفل الرومي وفي ناس تقول كيف تحرمنا من السكريات والنشويات وهي مصدر للطاقة اللي لازم نعرفه أنه مصدر الطاقة مو شرط يكون من السكريات والنشويات فقط هناك مصادر أخرى مثل إيش؟ مثل الدهون فإنت لما تمتنع عن السكريات والنشويات وتقللهم رح ترفع من كمية الدهون ورح تكون مصدر طاقتك الأساسي بدل السكريات والنشويات فالدهون ما رح ترفع من مستوى الانسولين أيضا رح تمد الجسم بالأحماض الدهنية اللي الجسم يستخدمها كطاقة فراح يكون مصدر طاقة وفي نفس الوقت ما رح تتحول إلى دهون لأنه مفتاحك هو النشويات والانسولين كل ما رفعت الانسولين والنشويات رح تمتنع من حرق الدهون والعكس صحيح إذا قللت من النشويات وقللت من مستوى الانسولين في الدم فهذا الشي رح يساعدك بشكل كبير بالتخلص من الدهون المخزنة فعشان كذا لازم تتناول الدهون بكثرة لأنه رح تكون مصدر طاقتك الأساسي بدل السكريات والنشويات والدهون اللي أنا أقصدها اللي هي الدهون الصحية الطبيئية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت السمسم وزيت الأفوكادو والسمنة والزبدة وصفار البيض والشحوم هذه كلها دهون طبيعية صحية الجسم يستخدمها بشكل طبيعي وهذا الدهون رح تمد الجسم بالطاقة ولا تخاف أبدا من الدهون أنه ضارة أو يتسبب مشاكل صحية متى يكون الدهون ضار لما تكون مدموجة مع السكريات والنشويات فحاول أنك تقلل من كمية النشويات إذا كنت تتناول النشويات تقريبا 50 جرام في اليوم فقللها إلى 20 أو حتى 10 جرام في اليوم طب الحين فيه ناس تقول أنا مطبق الصيام ومقلل النشويات متبع الأنظمة مخفضة النشويات مثل نظام الكيتو دايت مع ذلك قاعدة واجه مشكلة ثبات الوزن فالحل أنك تروح للطريقة الثالثة اللي هو تزيد نشاطك اليومي فحاول قد ما تقدر أنك تزيد نشاطك اليومي فإذا ما كنت تمشي يوميا وتزيد نشاطك اليومي فإبدأ من اليوم بالنسبة للرجال من المهم جدا أنهم يمشوا من 10 إلى 15 ألف خطوة في اليوم وبالنسبة للنساء فالأفضل لهم أنهم يمشوا من 8 إلى 10 ألف خطوة في اليوم ولحسن الحظ أجهزتنا الحين الذكية قادرة بحسبة الخطوات اليومية من غير أي تعب فحاول تزيد نشاطك اليومي وبعدها ممكن ممارسة التمارين الرياضية مثل تمارين الكارديو وتمارين المقاومة اللي هي تمارين رفع الأوزان النقطة الرابعة والأخيرة بهذا الفيديو إنك تتأكد أنه ما عندك مشاكل صحية بعض الناس عندهم مشاكل صحية تمنعهم من خسارة الوزن زي أمراض الغدد مثل قصور بالغدة الدرقية رح يمنعك من خسارة الوزن وقتها استشارة الطبيب مهمة أو إذا كانت عندك مشكلة الإمساك فإذا كان عندك مشكلة الإمساك أو انتفاخات في المعدة فهذا الشيء رح يأثر بشكل كبير على نزول وزنك ورح يسبب بثبات الوزن أنا سويت حلقة خاصة عن مشكلة الإمساك وكيف تتخلص من هذه المشكلة الصحية رح حطها بصندوق الوصف إن شاء الله رح تفيدكم أو ممكن يكون هناك التهابات داخل الجسم فضروري أنك تحل المشكلة الصحية عشان تتخلص من مشكلة ثبات الوزن بس قبل ما ننهي الفيديو لازم نعرف نقطة مهمة جدا لازم الكل يحط هذه المعلومة في باله إنه ثبات الوزن مو شرط عدم حرق دهون الجسم كيف يعني؟ يعني إذا شفت وزنك ثابت هذا مو يعني إنه جسمك مو بحالة حرق للدهون لأنه الميزار رح يحسب لك الدهون وراح يحسب لك الكتلة العظمية وراح يحسب لك الكتلة العضلية وراح يحسب لك وزن الأعضاء داخل الجسم ما رح يحسب لك الكتلة الدهنية فقط وزي ما تعرفين إنه الشخص كل ما قرب للوزن المثالي رح يزيد عنده من حساسية الأنسلين فهذا شيء رح يزيد من كتلة الجسم فممكن ثبات الوزن شيء مطلوب وشيء مرغوب لأنه احتمال كبير إنك رفعت من كتلة الجسم وهذا شيء مطلوب لأنه كل ما زادت كتلة الجسم والكتلة العضلية كل ما ساعت بحرق الدهون أكثر فالخلاصة إنك لا تعتمد على الميزان فقط واعتمد على مؤشرات ثانية مثل الشكل وفرق الملابس وقياسات الجسم مثل قياس محيط الخسر أيضا اعتمد على مؤشرات صحية ثانية مثل تحسن النشاط والتركيز أيضا تحسن بجودة وكمية النوم وتحسن بالمزاج والبشرة فهذه كلها علامات ودلائل على إن الجسم بحالة حرق للدهون فإذا كانت العلامات الصحية هذه متداورة عندك فهذا يدل على إنه النظام عندك غير صحي ويعطيكم الفافية ترجمة نانسي قنقر